السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة من فانتاكتك محلي هتكلم اليوم عن إمكانية انتقال أحمد حامد التش لنادي الهلال وكيف هتكون التفاصيل انتقاله في الفترة القادمة ومنلقى الكلام ده وحينفزه كيف لنادي الهلال قبل ما أبدأ الحلقة ما تنسى اللايك لهذه الحلقة ولو ما مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس في البداية ومع التخبط الاداري في الهلال ممكن من سنة بنشوفه حاليا بيظهر علينا واحد جديد اسمه محمد عثمان الكوارتي واحد من الناس العايزة بشكل كبير وراغب بشدة انه يكون ضمن الجهاز الاداري او يكون رئيس نادي الهلال في الفترة القادمة وشوفناه صراح بداء اكتر من مرة وحتى كل الوعود اللي بيطلع بيقوله صراحة ووعود احيانا تخليك تقيف انت كمشجع هلالي تعالي للزلدة من نواحي كثيرة جدا في انه هل ممكن بهذه الطريقة يعني حيدير الهلال وكيف حتكون النتائج في الفترة القادمة مع عقلية بتتكلم بهذه الطريقة في البداية طبعا اجماعة انتقال التش للهلال ما له اي اساس من الصحة وما عنده اي علاقة بانه التش حاليا حيمشي الهلال او غيره التش من اللاعبين المميزين جدا واحد يعني باعتباره امهر لاعب سوداني حاليا من الافضل لاعبين في الساحة ومن افضل تلات اربع لاعبين ممكن حتى على مستوى الدوري السوداني بشكل عام فبالتالي تتكلم عن لاعب مهم جدا لاعب اكيد انجال الهلال ضربة معلم بالنسبة اداريا او غيره انه يكون مسلا على مستوى الفني بالتأكيد هيكون حاجة مهمة جدا انما انا عايز اناقش الكوارتي في نقاط مهمة جدا ما ممكن انت في اي تصريح صحفي او في اي لقاء صحفي تتكلم عن انه جمهور الهلال كله مختزل اه ادارتك الهلال فينك تجيب احمد حامد التش انا حنفز اه مطالب الجمهور طيب الجمهور عنده مطلب واحد انا من ولدوني بشوف انه الهلال محتاج يعني ياخد دوري ابطال افريقيا انت كرئيس نادي حترشحك اترشحها عشان تجيب احمد حامد التش مش احمد حامد التش كاسم لا انت حتترشح الهلال وتدير الهلال عشان تجيب لاعب عشان تنفذ مطالب الجمهور طيب خطتك انت وين انت لو جاي تنفذ انا ممكن ادير الهلال واي واحد ممكن ادير الهلال وانت اللي بتشاهدني حتدير الهلال لانك انت حتنفذ مطالب الجمهور فبالتالي لازم تكون عندك انت الرؤية مطالب الجمهور وتمنياته واحلامه عايز النادي بتاعها اكسب دوري ابطال افريقيا خلينا اخدها لك كده من الاخر الناس عايزة دورة ابطالة افريقية انت عندك امكانية تحقق دورة ابطالة افريقية كيف كيف دي اللي هي خطتك انت حدير النادي في اربع سنوات او عشر سنوات كيف الناس اللي هي ترشي حك كيف حتصل لأهداف النادي بصورة واضحة وصريحة من غير لف ودوران والاهم من ده انه امكانية انه تتحاول تتعامل مع الجمهور بانه فكرة انه يجب لك احمد حامل التش اجيب مثلا رمضان عجب واجيب من الخرطوم الوطن اللاعب الفلاني دون الوقت المناسب اللي انت ممكن تتعامل به مع الجمهور بالطريقة دي واننا هنفذ لكم كل مطالبكم عشان عشان انا اكون رئيس النادي فايه دي ممكن تكون حملة دعائية منك عشان تكون في الصف حاليا لكن انما هي ما اعتقد انه ممكن يكون الطريقة المناسب عشان تكسب كل الهلالات عشان كده لازم تختار انت حتتكلم كيف ومعاملو وتقول شنو بالنسبة لي انا كمشجع للكرة القدم السودانية بشكل عام لو بساند نادي مثلا بصورة واضحة انا عايز ايجي رئيس نادي يقول لي يا اخي انت كمشجع انا ان شاء الله هنفذ ليك الخطة الاولى انا هنفذ في اول ثلاث او اربع مواسم انا هاخذ دورة ابطالة الفلقية هنفذ هاخذ مسلا لكم فدرالية هكسب الدوري في الاربع سنوات ثلاثة مرات اعتقد انه ممكن تكون مطالب مشروعة وممكن احنا نحاول نشتغل عليها حتى لو كان دورة ابطالة الفلقية صعب شوية فبالتالي العملية محتاجة منك شوية من العقلانية شوية من التعامل حتى مع الجمهور بشي من الوعي ان الجمهور ما زي زمان الجمهور الليلة بيقى اتعامل مع كل حاجة على انها هي شي احترافي من سابع المستحيلات يعني الكاردنال بكل امكانياته المادية جمهور لغاية الليلة يمكن في عملية بتاع ترفض كبيرة جدا بينه وبين الالتراس وبيكون جماهير الهلال فما حتجي يعني السيدة الكوارتي بين يوم وليلة باحمد حامد التشي او برمضان عجب او باي لاعب من المنافس تقول انت حتى حاول تكسب جمهور الهلال وانه يصوت لك في الفترة القادمة وكمان في حاجة مهمة جدا يعني وين الانتخابات النزيهة وين عضويته النادي وين انك انت مسلا من انه تخلي الواحد يكون فاعل ومشترك في عملية الانتخاف في الفترة القادمة انت مفروض تاخد اول خطوة لانك انت تقول لهم انا هاهتم بجماهير نادي الهلال فان كل واحد يكون عنده عضوية في نادي الهلال ويدفع رقم سنوي قدره كده عشان النادي يستفيد من الدخل وفي نفس الوقت انا حاعمل اندية في الحواري وفي المناطق في كل الولايات عشان انت تكبر اسم النادي في نفس الوقت تكون قريب من جمهورك وين الخطة الاحترافية خطة وضع النادي على المسار الافريقي المفروض تكون انت تحاول تبرزه في التوقيت ده مش فكرتين وحتعقد لكم مع فلان وحا مسلا حاعمل لكم اه انفز لكم كل ما طالبكم انتو كجمهور العملية ما بتمشي اعتقد انه بالطريقة دي الجمهور اصبح اكثر وعي والناس البتابعين اكيد اعرف الكلام ده فبالتالي اعتقد انه الكوارد المفروض يغير اسلوب واسلوب انه كده مفروض تقارع الكاردينال الكاردينال حاليا عنده حاشية وعنده حتى من جمهور الهيال في ناس حابة انه يكمل لقدام وكي ممكن في الاسم معطرضة على السيستيم الوشق غالبي ومعترضة على سوء النتائج انما ماليا مقتدر جدا وانت اعتقد انه ماليا على حسب المعلومات المعايين ما زي الكاردينال مفروض تكون ادارية محنك عندك خطة واضحة يعني تحاول تبقى راس براس مع الكاردينال ولو في مرشحة قالت مع انه بس مع في مرشحين كتيري جدا حيجوا يكونوا في الفترة القادمة في حال اه يعني مشى الكاردينال اه العقلية الادارية مفروض تكون راجحة وموجودة ويعندك خطة واسيستيم واضح تطلع به والنادي للمسار الافريقي ويقدر يفوز بدوري ابطال افريقيا اه صراحة اتمنى انه فعلا العقلية تتغير الادارة في السودان بشكل عام دي كانت حلقة اليوم لو عندكم اي اراءة اكتبار لنا عن هذه الحلقة في الكومنتات تحت اختراحاتكم لأي حاجة حابين نتكلم عنها شاكر لكم كتير على حسن المتابعة وما تنسى اللايك للحلقة ولو ما مشترك في القناة لازم تشترك وتفعل زر الجرس شكرا لكم